أما الخبر الثاني فهو من القوات المسلحة الباسلة اللي قامت بتكريم الفائزين بالمسابقة الأدبية الثامنة اللي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء لعام 2018 تحت عنوان أكتوبر بطولة شعب حيث اجتملت على مسابقة الإذاعة المصرية مصر السلام والتنمية مسابقة الاستماع الصوتي ومسابقة القصة القصيرة وألقى مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة كلمة نقل فيها تحية وتهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى الفائزين بالمسابقات مؤكدا أن القوات المسلحة لا تتوانى عن تحفيز المبدعين من الكتاب والشعراء وتشجيعهم ليسطروا بطولات الجيش المصري ترجمة نانسي قنقر